أم تلتقي ابنتها المتوفات منذ أربعة سنوات كيف ذلك؟ تابعوا معنا لمعرفة المزيد لقد سمحت تقنية الواقع الافتراضي في كوريا بتجسيد الحيوانات وأفلام الانيميشن لكن أن يصل بهم الأمر أن يجسدوا أناسا قد ماتوا فهذا أمر مثير للجدل مؤخرا تم نشر فيديو عن أم تلتقي بابنتها المتوفات منذ أربعة سنوات لقد تقنية الواقع الافتراضي انتشارا كبيرا في أنحاء العالم لكنها أول مرة تستخدم لتجسيد شخص ميت فهل فكرة أن المسيح الدجال يستطيع أن يخيل للناس أنه يقدر على أن يحيي الموت فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الدجال قال يقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولنا لا فيقتله ثم يحييه فهل هذه التقنية هي ما سيستخدمه الدجال بشكل متطور أكثر ليخدع ويضلل الناس بإحياء موتهم فيصدقونه فتنة الدجال قوية فيارب ثبثنا على دينك ترجمة نانسي قنقر